بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي منتظر أرواحنا لترابي مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى حلول محرم الحرام وذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه وذكرى انتصار الدم على السيف طبعا الموضوع حول الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه وما رأى في كربلاء وما عناه في كربلاء الحسين سلام الله عليه أولا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه سمي السجاد لكثرة سجوده كثرة سجود الإمام سلام الله عليه سمي السجاد الدعاء يعني الصحيفة السجادية اللي سموها زبور آل محمد وضع هذه الصحيفة السجادية اللي فيها ما شاء الله من الأدعية المأثورة عنهم الإمام زين العابدين سلام الله عليه والإمام المفترض الطاعة بعده الإمام الحسين سلام الله عليه سمي السجادة اللي فيها وخاصة الناس يعرفون أن الإمام ويعلمون أن الإمام المفترض الطاعة بعد الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه وسلم قرأت رواية في من بطون الكتب يعني قبل موسم الحج البعض يقول أن الإمام محمد بن الحسين عليه السلام وبعضهم يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه فالرواية هكذا تقول بناء على صحتها ذهبوا يعني ذهبوا الإمام علي بن الحسين عليه السلام ومحمد بن الحنفي فقالوا كل منا يسلم على الحجر الأسود فمن رد عليه الحجر فهو الإمام المفترض طاعة الناس تنظر طبعا مر محمد بن الحنفية وسلم على الحجر فلم يكن هناك جواب مر الإمام زين العابدين سلام الله عليه على الحجر الأسود وقال السلام عليك أيها الحجر الأسود وإذا وعليك السلام يا حجة الله يا زين العابدين ويا سيد الساجدين فهذا الأمر وبنفس الوقت هناك يعني بالحج حدثت كرامات للإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في وقت هشام طبعا كان زحام شديد في الحاج وهشام أراد أن يصل إلى الحجر لا يستطيع أن يصل إلى الحجر لشدة الزحام الموجود الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه مجرد ما فكر أن يصل إلى الحجر الأسود انفرجت الناس سماطين يعني انفرجت من هنا وهناك ودخل الإمام بسهولة ويسر وإذا به شام يقول من هذا؟ هو يعلم أن هذا الإمام علي بن حسين سلام الله عليه إمام مفترض طاعة فقال من هذا؟ الإمام ما رد عليه رد عليه الفرزدق قال هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا هذا شطر من قصيدة طبعا قصيدة طويلة فالإمام زين العابدين سلام الله عليه في كربلاء طبعا بعد كربلاء أنا ما عانى من الأمور يسمع واحد يصيح أنا الغريب أنا الغريب الإمام عليه السلام علي بن حسين سلام الله عليه قال أنت تقول غريب أنت إذا جئت هل يعني يعطوك الناس أكل وشرب قال بلى قال إذا الغريب أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه اللي لم يبقى عليه شيء يعني حقيقة حتى الملابس اللي قال لأخته الحوراء زينب أخرجي لي ملابس لا يقمع بها أحد زين يذهب الإمام عليه بن الحسين عليه السلام إلى سوق القصابين قال معاشر القصابين أنتم تذبحون الكبش قبل أن تسقوه الماء قالوا لا يا ابن رسول الله هذه سنة جدك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نذبح الكبش حتى يسقيه الماء التفت إلى نهر العلقم إلى شاط الفرات قال السلام عليك يا أبا عبد الله ذبحت إلى جانب الفرات عطشانة فشاهد الكلام الإمام سلام الله عليه الإمام زين العبدين عليه السلام طبعا خطب في الكوفة وخطبه في الشام أمام مجلس أو أمام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا صبطا هذه الأمة ومنا مهديها أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لا يعرفني أن بأته بحسب ونسب خطبة كبيرة للإمام زين العبدين سلام الله عليه الإمام علي بن الحسين عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فيقول يسأل الإمام زين العبدين عليه السلام عن صلاته يقول أين صلاتي عن صلاة جد أمير المؤمنين سلام الله عليه هناك كرامات للإمام زين العبدين عليه السلام الطاووس اليماني يقول كنت تحت الميزاب وإذا أجد رجلا يبكي بكاء شديد يقول تقربت منه وإذا هو علي بن الحسين سلام الله عليه يقول قلت له سيدي بن رسول الله أنت عندك ثلاثين جنك زين أنت أولا الشفاعة الشيث ثاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيث ثالث أنت محسن التفت إلى الطاووس الإمام زين العبدين إلى الطاووس اليماني قال أما الشفاعة القرآن الكريم يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما القرابة اللي أنت تقول قرابة وكذا فالقرآن الكريم يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون زين وأما الإحسان إن الله قريب من المحسنين ما قال أنا محسن قال إن الله قريب من المحسنين فهذه كرامات للإمام علي بن الحسين دائما يعني نزل منزلة منزلة الإنسان يعني دائما يتوسل يدعو الله يتضرأ إلى الله سبحانه وتعالى بعد رجل يقول أمشي بين مكة والمدينة يقول وإذا بصبي غلام يمشي لوحده يقول أنا قلت هذا وحده يمشي به البر بين المدينة ومكة يقول يقول سألته بني أنت في هذا البر مع من قال مع البر يعني الله سبحانه وتعالى قال بني أنت ما عندك زاد ولا راحلة قل زادي تقواي زادي تقواي ورجلي يعني وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي شون كلام للإمام زيني عبد الله عليه السلام أو كان الكرامة الأخيرة لإمام علي بن حسين عليه السلام كان عندما ينفق يعني كأنما يخفي وجهه و يأتي يسأله ويطرق الأبواب بابا بابا اللي محتاج زين وكان ينفق على أربعمائة عائلة أربعمائة عائلة ينفق عليها الإمام علي بن حسين عليه السلام والإمام سلام الله عليه يعني ما عرفه الذي ينفق عليهم إلى أن استشهد الإمام سلام الله عليه يوم الخامس والعشرين شهري محرم الحرام وانقطع المدد زين وعندما غسلوا الإمام سلام الله عليه وجدوا تشققات على ظهره كان يحمل السمن يعني الطحين التمر إلى الفقراء وعرفوا عندما انقطع المدد عرفوا أن الذي كان ينفق عليهم هو علي بن حسين زين العابدين وسيد الساجدين رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته يوم اللقاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة